السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلمكم توليوني القرام تباية قناة من الاخر وخلاصة معكم محمد دور الدين انا اسف اولا انتاخرت عليكم في هذا الفيديو لهذا الفيديو مخصوص لاني اصلا الاخر مبارا خلال 6 ساعة 10 الساعة الوقت قدام الساعة 12 سباحا بعتذر لحضراتكم اننا اتاخرت عليكم في هذا الفيديو تاني حاجة بقى انتكلم في الفيديو ده بازن الله تعالى عن ترتيب فرق الدوري دورة ابطال اسيا ترتيب الهدفين بعد طبعا ترتيب منجموعات ترتيب الهدفين بعد انتهاء مباراة مباراة اليوم السبت 17 ربعة 2021 مع بداية الجولة الثانية من دوري ابطال اسيا لاقول مرة تزورها في قناة زي اشترك تقنى بضغط على زر الاحمر اسفل الفيديو وكتبع الاشتراك وسبسكرايب اعملاك الفيديو وفعل زر الجرس لأصل لك اللي جديد باستمرار بإذن الله تعالى وخلاننا نتعرف على نتائج مباراة اليوم السبت 17 ربعة 2021 مع بداية الجولة الثانية متبعين الكرام اليوم الوحدة تعادل سلبيا الوحدة الاماراتي تعادل سلبيا امام غوى الهندي الكوى الجوية العراقي تعادل امام بختقر اسبكستاني ايضا 0-0 الريان خسر امام الريان القطري خسر امام بيرسبوليس الايراني 1-3 احر زادة في الريان اللاعب الحضرامي في الديا 19 اهدف بيرسبوليس عن طريق كمال كمية والهدف ساني عن طريق مغنلو مغنلو في الديا 49 وفي الديا 57 تركتور سازي تبريز الايراني تعادل امام الشركة الاماراتي 0-0 النصر السعودي فاز على السد الكطري 3-1 احر زادة في النصر عبدالرزاق حمد الله من درب الجزاء في الديا 37 عبدالمجيد السليهم في الديا 79 وخالد الغنان في الديا 94 اهدف السد او هدف السد جاء عن طريق سانتي كازرولا في الديا 59 وفولاد فاز على الوحدات الاردني 1-0 احر زادة في الوسيانو بيريرا من درب الجزاء في الديا 44 تستكمل مبارئات غدن باذن الله تعله وهنعمل عنها فيديو ان شاء الله ان احيان الله ابقى انا اتعرف على ترتيب المجموعات سيكون انا اتعرف على ترتيب �itation بعد مبارئات اليوم الجولة الاولى لسا ملعبتش اه اسف المجموعة الاولى لسا ملعبتش الجولة التانية مجموعة ايه مزالت على ترتيب الجولة الاولى الهلال متصدر بنقطة في مركز الاول اجمك مركز الاول ايضا بنقطة استقلال دوشنبا في المركز الثاني وشياب الأهل الدبي الإمارات في المركز الثاني أيضا كل واحد بنقطة بس ده كانت عدل إيجابي وتدعثه لسلبي المجموعة بي والمجموعة الثانية الشركة الإمارات المتصدر بعد اللعب اليوم بأربع هدف مختاكور المركز الثاني بنقطتين بأربع نقاط ومختاكور بنقطتين تركتور سازي المركز الثاني أيضا بنقطتين والقوة الجوائل العراقي بمركز الثالث والأخير بنقطة المجموعة سية والمجموعة الثالثة استقلال تهراني الإيراني للمركز الأول بثلاث نقاط الدحيل القطر للمركز الثاني بثلاث نقاط الشرطة العراقي في المركز الثالث والأهلي السعودي للمركز الرابع كل منهما بدون نقاط المجموعة دي أو المجموعة الرابعة النصر السعودي في المركز الأول بأربع نقاط فولاد المركز الثاني بأربع نقاط الوحدات الأردني للمركز الثالث بنقطة استاد القطر للمركز الرابع الأخير بنقطة أيضا المجموعة اي المجموعة الخامسة برسي بوليس الايراني المركز الاول بستة نقاط على ما كاملة غوى الهندي المركز الثاني بنقطتين الوحدة الامارات المركز الثالث بنقطة والريان القاتر المركز الرابع والاخير ايضا نقطة خلالنا نتعرف على ترتيب الهدفين وتمعنا الكرام متصدر الهدفين عمر السومة لعب الاهل المركز الاول بهدفين ولوسيانو بريرا لعب فولاد ومحمد عباس دادا لعب تركتور والمهدي غادي لعب استقلال طهران ولعب مغلانو لعب برسي بوليس المركز الثاني انقول خالد الغنان مثلا لعب النصر بهدف ولوسيانو فيتو لعب الهلال وسانتي كازرولا لعب سدو عبد المجيد الصليحة من عبد النصر ويكتفي بذلك كان معكم محمد نوردي من قناتنا اخر خلاصة اشتركوا في القناة فعل زر الجرس اعملاك الفيديو نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته